تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة نيابة عن أعضاء الحكومة للرئيس السيسي بمنسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وخلال اجتماعه الأسبوعي أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في محور الصناعة مشددا على ضرورة تشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تطرح ترجمة نانسي قنقر